يا الأفضل العلاقات الجزائرية الفرنسية والتدعيات الأمنية لتوتر هذه العلاقات خلال هذه المرحلة ستكون محور نقاش هنا في البلاطو مع الدكتور أحمد نزاب خبير في أشان الأمني وكذلك محلل أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك تحية طيبة بداية إجلاء رعية خارج ما تنص عليه القوانين الدبلوماسية ماذا يمثل هذا في العلاقات بين الدول سمح لي في البداية ما نقدرس نقول بأنه تم إجلاء لأنه ما تم يتجاوز كل هذه المسائل لكن من ناحية أخرى أعتقد بأن الأوراق وكذلك الأقنعة سقطت وأصبحت الصورة واضحة وكذلك المسارات أكثر كذلك وضوح في إطار التعاطي مع الجانب الآخر الذي لا زال لم يتخلص بعد من عقدته بأن الجزائر والشعب الجزائري طرده من الأرض وأشهر القطيعة معه بشكل يتطلب منه أن يعيد ترتيب أوراقه وفق علاقات مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل وكذلك السير في إطار بناء هذه العلاقات وفق قواعد ثابتة ما تم أعتقد بأن أبرز أولا المخططات والمشاريع التي تحاك ضد الجزائر ومن ناحية ثانية كذلك حينما كنا نتحدث ونقول المؤامرات والأجندات الأجنبية كان الكثيرون يعلقون ويقولون لا يوجد هناك ما يسمى بنظرية المؤامرة ولا توجدون لك أجندات أعتقد بأن اليوم أصبحنا ندرك بأن هناك أطراف تمارس وتعمل في إطار تنفيذ هذه الأجندات وهذه المؤامرات وفي نظر سياق كذلك علينا أن نضع هذه القضية في سياقها الطبيعي الجزائر التي أبانت خلال السنوات الأخيرة بأنها تسير في إطار تجسيد مشروحها الوطني وفي إطار بناء الجزائر الجديدة وفق مقاومات وقواعد تضمن من خلالها سيادتها تضمن من خلالها كذلك موقحها على المستوى الإقليمي وكذلك موقحها على المستوى الدولي الجزائر التي اليوم أصبحت تراهن على مشاريع اقتصادية كبرى يمكن أن تحقق من خلالها نقلة نوعية ونقلة كذلك استراتيجية الجزائر التي كذلك أبانت على أنها ثابتة على مواقفها في مختلف القضايا وفي مختلف كذلك الملفات والجزائر التي أبانت بأنها لن ترضى في علاقاتها الدبلوماسية إلا على علاقات مبنية على مبدأ الندية ومبدأ الاحترام ومبدأ كذلك رابح رابح هذه المرتكزات أزعجت هذه الأطراف الجزائر التي كذلك تلعب دور محوري وأساسي في منطقة الساحل في إطار صناعة الاستقرار مقابل أن الجانب الفرنسي خرب هذه المنطقة وآثى فيها فسادا وأصبح مطرودا من هذه المنطقة ومصالحه ومناطق نفوضه أصبحت في إطار الانكماش اليوم هناك تحرك في إطار تنفيذ مخطط الأساس منه هو خنق الجزائر سواء كان على المستوى الجيو السياسي أو على المستوى كذلك الجيو استراتيجي طيب دكتور الواضح أن العلاقات الجزائرية الفرنسية كانت ماشية في منحة التصاعد في زيارة مبرمجة لسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا في اتصالات كثيرة بين رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي كان فيه وزير أو في كذلك زيارة قائد الأركان سيد سعيد شنغريحة إلى فرنسا مؤخرا الواضح أن العلاقة كانت في مساق تصاعدي اليوم ممكن أن تتأثر هذه العلاقة بعد هذه الخطوة الفرنسية إذا ما تأثرت هذه العلاقة فعلا فأي تأثيرات أمنية وأي تدعيات أمنية على المنطقة شوف خليني أقول أعتقد بأن الجزائر كانت واضحة في شروطها وفي كذلك وضع أبجديات التي يستوجب أن تقوم على أساسها على علاقات الجزائرية الفرنسية وحتى التصريح الأخير لسيد رئيس الجمهورية لأحد وسائل الإعلام الفرنسية حدد من خلالها المنطلقات التي يستوجب على أساسها أن تكون هذه العلاقات وأعتقد كذلك أن باريس طلقت رسائل واضحة من قبل الجزائر في سياق القواعد الذي يجب اتباؤها إذا ما أرادت فرنسا أن تكون هناك علاقات وطيدة مع الجزائر مبنية على مبدأ الإحترام لكن في واقع الحال أن فرنسا لا تسعى ولا ترضى كذلك إلى أن تكون هناك علاقات مبنية على سوس وعلى قواعد الإحترام واحترام سيادة الدول فرنسا تعتقد بأنها لا زال تمتلك الوصاية على كل المنطقة وتعتقد كذلك بأنها هي من تستطيع أن تحدد المسارات التي يستوجب أن تسير فيها مجمع الدول الموجودة في المنطقة لكن قبل ذلك بأن الجزائر سيدة في قراراتها وأن الجزائر كذلك لم ترضى ولم ترضخ لمبدأ الوصاية ولا حتى كذلك لمبدأ التوجيه بالتالي أعتقد بأن الحديث على مستقبل العلاقات في ظل هذه التطورات أعتقد بأن الصورة هي صورة ضبابية صحيح وصورة كذلك يمكن أن نقول بأنها تقدم لنا مجموع من المؤشرات بأنه ليس من السهل استرجاع نمط العلاقات بشكل طبيعي لأن هناك مجموع من العوائق ومجموع كذلك من المسائل التي ستظل عالقة بين الجزائر وبين كذلك الجانب الفرنسي لأن الجانب الفرنسي ارتكب خطأ فاذح هذا الخطأ هو خطأ استراتيجي بامتياز ولكن في نفس الوقت كذلك هو قدم خدمة كبيرة جدا لأن اليوم الكل أصبح ينظر إلى صورة واضحة إلى صورة كذلك متكاملة لطبيعة المشاريع ولطبيعة كذلك ما يحاك ضد الجزائر ولمن يوظفون كذلك في إطار استهداف الجزائر نعم نعم فبالتالي أعتقد بأنه اليوم أعتقد نتجاوز مرحلة الحديث كيف سوف يكون مستقبل العلاقات لأنه ليس بين عاشية وضحاها يمكن ترميم خطأ أنا سميته بالخطأ الاستراتيجي وبالخطأ كذلك الفاذح وإنما يجب أن نضعه كذلك في سياقاته وكذلك في إطاره الطبيعي والمنطقي لأنه وراء هذه التصرفات وهذه الممارسات أشياء كثيرة وكذلك عديدة طيب دكتور العلاقات الجزائرية الفرنسية والتنسيق الأمني وتأثيراته على المنطقة سنحاول الحديث عن هذه النقطة بعد هذا الفاصل هذا النقاش الذي كنا خصصناه للحديث عن العلاقات الفرنسية الجزائرية في ظل تطورات وتداعيات الأخيرة سنحاول أن نعرف إلى أي مدى يمكن أن يؤثر وتؤثر هذه العلاقة وهذه المرحلة فيها العلاقة على التنسيق الأمني ما بين الجزائر وفرنسا أنت أقول دكتور أن العلاقات الفرنسية الإفريقية أصلا في حالة انكماش التواجد العسكري في فرنسا قل بسميا وقالنتا بأسنوات الماضية ثم آت هذا التصايد مع الجزائر إذا خسرت فرنسا الجزائر وعلاقتها مع الجزائر في إفريقيا فماذا سيبقى لها في رأيك؟ لا خلينا نقول أولا لما نأتي إلى تقييم الوضع الفرنسي في المنطقة هو التقييم السلبي أولا الحضور العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي بعنوان الحرب على الإرهاب هو كانت نتيجة الفشل الذريع للجانب الفرنسي من مختلف العمليات العسكرية التي قامت بها وشنتها ورأينا موجة متصاعدة لعديد من الدول في السنوات الأخيرة التي أصبحت تطالب بخروج القوات الفرنسية وبرفض كذلك الوجود الفرنسي أو حتى التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لهذه الدول من ناحية الثانية أمام تصاعد التنافس الدولي المحموم حول مناطق النفوذ في المنطقة رأينا انحصار الدور الفرنسي لكن هذا لا يعني انسحاب فرنسا من المشهد الإفريقي بل هي تعمل على خلط الأوراق وعلى كذلك العبث بأمن واستقرار المنطقة من أجل إعادة بسط نفوذها وحتى كذلك محاولة العبث في ضرب استقرار أنظمة سياسية في دول منطقة الساحل باعتبار أنها لا يمكن لها أن تسلم في هذه المنطقة هكذا وفي كثير من الأحيان وجهت أصابع الاتهام وإدانة مباشرة وواضحة لفرنسا سواء كان من خلال تقارير سواء كان من خلال مسؤولين حكوميين لدول منطقة الساحل باتهامها بأنها تقف وراء تحريك المنظمات الإرهابية في المنطقة سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر سواء كان من خلال تمويل الغير المباشر لهذه الجماعات عن طريق دفع الفذية وهناك تقارير أوروبية في ذاتها تدين الجانب الفرنسي في هذا الشأن وفي هذا المجال أو من خلال كذلك تحريك هذه الجماعات من خلال خلق مساحات وخلق كذلك فضاءات للتحرك والمؤشرات التي نقيس من خلالها تصاعد موجة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة بعد تصاعد مطالبة بخروج فرنسا من دول المنطقة بالتالي أعتقد بأن فرنسا أولاً أوراقها أصبحت مكشوفة لأنه اليوم أصبحت هناك مطالبة واضحة تريد أن البقاء في المنطقة تريد الاستثمار في المنطقة تريد بناء علاقات جيدة في المنطقة يجب أن تبنى بناء على مصالح مشتركة مصالح متبادلة لا يمكن استنزاف ثروات المنطقة ولا يقابلها تنمية ولا يقابلها استقرار ولا يقابلها مشاريع تنموية حقيقية بالتالي فرنسا لا يمكن لها أن تضمن هذا الجانب لأنها دائماً تعاطت مع دول المنطقة على أساس أنها مستعمراتها القديمة وهي امتداد لها وبالتالي كانت دائماً تستنزف كل الثروات للجانب الفرنسي دون أن تكون هناك استفادة اليوم أعتقد بأن حينما نتحدث على الجزائر الجزائر رقم فاعل ووازن في المنطقة الجزائر الفرنسا خسرت شريكاً يمكن أن يكون شريك استراتيجي إذا ما تعاطت في علاقاتها مع الجزائر بناء على قواعد واضحة ومضبوطة وأساسية في إطار بناء شراكات ناجحة وشراكات كذلك فاعل فقدان الجزائر هو معناه فقدان عمق استراتيجي في المنطقة وسوف تكون له تداعية على المدى المتوسط وعلى كذلك المدى البعيد طيب دكتور الفريق ساعي تشينغريحة كان في فرنسا مؤخراً وكانت فيه زيارة ثرية والواضح أنه فيه تنسيق أمني عالي بين البلدين لمسكل الملفات في المنطقة خاصة الإرهاب في منطقة الساحل الوضع في مالي الوضع في نايجر الوضع أنه فيه تنسيق في هذه الملفات في حال ما إذا حدث وأنه جاءت أو توترت العلاقة بين الجزائر وفرنسا هل يمكن أن تنهار الأوضع في مالي والنيجر في منطقة الساحل على العموم؟ شوف خليني أولاً لنستبق الأحداث وأعتقد بأن الجزائر أبانت على حسن نواياها على كافة المستويات وكافة كذلك الأسعيدة باعتبار أنه إذا أرادت فرنسا فتح صفحة جديدة فيمكن فتح صفحة جديدة لكن أعتقد بأن فرنسا لم تفكر في يوم من الأيام على أنها تفتح صفحة جديدة مع الجزائر وإنما كانت نواياها غير ذلك تماماً حتى كل ما كان فيه تصريح من الرئيس الفرنسي كان هناك التحرك على المستوى الداخلي ضد الجزائر أو في إطار تقليب ضد الجزائر وهذا يفهم بأن هناك اللوبيات اليوم حتى كذلك ما حدث أخيراً أعتقد يجب أن يوضح في سياقه وهو أن هناك اللوبي صهي فرنسي يتحرك في إطار استهداف الجزائر وفي إطار كذلك ضرب استقرار الجزائر اليوم خليني يقول بأنه نحن لا نحتاج التنصيق مع الجانب الفرنسي من أجل صناعة الاستقرار في المنطقة الجانب الفرنسي هو الذي يحتاج للجزائر وليس العكس الجزائر أدوارها دائماً كانت في إطار صناعة الاستقرار ورأينا حينما تدخلت فرنسا من خلال عمل السيرفار وبرخان في مالي أحدثت فوضى أمنية مست المنطقة بأكملها الجزائر حينما تحركت في الملف المالي في إطار الوساطة وجمع الأطراف المالية من أجل الحوار ومن أجل صناعة الاستقرار نجحت أولاً في جمع الأطراف المالية وفي بناء توافقات بين الأطراف المالية وتويج باتفاق للسلم والمصالحة بين الأطراف المالية وهناك إشادة دولية في هذا المجال وتقارير تؤكد بأن الجزائر يمكن لها أن تشتغل في المنطقة في إطار وفي مجال صناعة الاستقرار لأن مقاربة الجزائر هي السلم والتنمية لصناعة الاستقرار مقاربة الجانب الفرنسي هي عكس ذلك تماما في إطار تعاطيها في المنطقة هو الوجود العسكري واستنزاف ثروات دول المنطقة وإبقائها في إطار حالة ضعف سواء كان اقتصادي أو سواء كان كذلك سياسي وإبقائها كذلك في حالة صدام وصراع ونزاع دائم مفتوح أو على المدى البعيد لأنه كل ما كان هناك أزمات كل ما كان هناك سراعات كل ما كان هناك تقاتل بين أبناء الوطن الواحد في العديد من الدول الإفريقية كل ما كانت فائدة الجانب الفرنسي هي أكبر وأكثر وبالتالي أعتقد بأنه لا يمكن أن نربط الجزائر بفرنسا لأن الجزائر مقاربتها وتوجهاتها وقراءتها للمشهد في المنطقة هو مغير تماما ويتنافى تماما وقراءة الجانب الفرنسي للمنطقة وهذا ما يزعج الجانب الفرنسي وهذا كذلك ما يضيق على الجانب الفرنسي ويسعى إلى تحييد الدور الجزائري في عديد من الملفات المطروحة في المنطقة أو يسعى كذلك إلى محاولة خلق أزمات من أجل إلهاء الجزائر على لعب ذلك الدور الإيجابي والمتقدم اليوم الجزائر من خلال تقييم مجموعة من الأداءات على المستوى الديبلوماسي الجزائر في مكانة متقدمة في سياق صناعة الاستقرار في المنطقة أو حتى على مستوى الاتحاد الإفريقي ومؤهلة بأن تكون من بين الدول القوية سواء على مستويات مختلفة وهذا لا يمكن أن تتقبله فرنسا وبالتالي علينا أن نستوعب جيدا هذه الأحداث التي تسير متتالية أو متوالية وراء بعضها البعض هو يقدم لنا صورة ما يحاكو ضد الجزائر وما يراد من خلال استهداف الجزائر لأن كفانا من القراءة السطحية للمشاهد ولبعض الأحداث وكفانا كذلك التعاطي مع بعض المسائل بالظرفية وإنما علينا أن نستوعب مختلف هذه الأحداث ومختلف هذه التجاذبات هناك لعبة قدرة تنفذ في المنطقة على مستويات مختلفة وأقول في المنطقة وبالتالي يجب أن نكون أكثر حذر وأكثر كذلك يقضى في إطار التعاطي مع هذه المسائل علينا أن لا نتعاطى بمحدودية بقدر ما علينا أن ننظر لهذه المسائل على المدى المتوسط وعلى المدى كذلك البعيد لأن مشروعنا مشروع وطني كبير طموح أفاق متعددة الأبعاد بالضرورة هناك أعداء كثر ضد هذا المشروع هناك من يريد أن يقطع الطريق هناك من يريد أن يحول المصار هناك من يحاول أن يقتات من وراء الهزمات وبالتالي أعتقد بأن الحذر مطلوب وكذلك التفاعل مع هذه المسائل هو ضروري من باب الحزم أعتقد بأن موقف الجزائر كان موقفا فاعلا يؤكد مبدأ الحزم ويؤكد كذلك مبدأ الالتزام بالسيادة الوطنية ومبدأ كذلك الندية وبأنه لا تسامح ولا يمكن التسامح مع كل من يحاول أن يتجاوز الخطوط الحمراء وصلاة الفكاء أشكرك جزيلا شكر دكتور أحمد نزاب خبير أمني شكرا جزيلا على حضورك معنا شكرا